السلام عليكم شباب شخباركم ويانا اليوم شرح جديد كيفية تصميم غلاب في فيسبوك باسمك وبصورك عن طريق استخدام برنامج بيكس ارت هذا اول الشي ندخل على البرنامج تجي على علامة الزائد الجوي على الرسم انشاء جديد تنطيع علامة الفوق هاي العليمنا الصحب هاي التحرير الصورة تجي على الناس تكتب الاسم اللي تريده انا راح اكتب ما دريد تنطيع صح تحول اللون اسود ضروري لازم هذا اللون الاسود تروع على الخط تختار الخط اللي عجبك انا هاختار هذا الخط لانا تشبير مفهوم ستيجي على هاي زائد الفوق اضيف صور انا راح اضيف مفهوم ست صور على عدد الاحروف مفهوم ست صور تجي هنا تخلي هنا على صفحة تجي تزغر الصورة الاولى تحطك بالحروف ترع المزيد جوه تسوي لها الشاشة صارت هيتش تجي تجي على الصورة الثانية نفس الشي تسوي لها الشاشة صارت هيتش تبع تعدلهم كيفك انتبراتك ثالثة كذلك همين الشاشة هاي همين ورابعة نسوي لها الشاشة خمس وحدة همين الشاشة السادسة كذلك ساعدين سوي لها تطبيق من فوق حسه صار عندنا بهتش شكل تجي سوي اضافة صورة تخلي المخطوطة مالتك هاي مثلا مخطوطة تجي جمالية الصورة الملحقات كلهن سويت قناة بالتليغرام سأخلي لكم الملحقات بيهن سوي لها هنا مزيج بعدين ضاعف راح تصير بهذا الشكل حتى متأثر على الصورة ماشي هاي هسه هيتشي تعدلها شوية بعدين سوي لها تطبيق صارت بهذا الشكل تقدر ترعى التأثيرات وضيف لها التأثير اللي عجبك سوي لها تطبيق تقدر تضيف حقوقك مثلا اذا تريدون حقوق جاهزة بس تخلي اسمك عليها كتب لي التعاليق حتى سوي لكم حقوق مثل هاي سوي لها همين مزيج ضاعف هاي هيتشي نانو مثلا تعدلها سوي لها تطبيق سب هذا الشكل صار الغلاب جاهز ويعني طريقة كل السهلة سوي لها حفظ مننا وايشي تحتاجو كتبوا بالتعليق ان شاء الله ما اقصروا اياكم وهاي القناة مالتي جديدة ستوني سوتها لا تنسوا الاشتراك لا تنسوا الاشتراك بالقناة مالتي على يوتيوب ولايك مع السلامة اشتركوا في القناة